السلام عليكم. مع حضرتكم أستاذ يسر محمد ناكيب من مدرسة الشريف الخاصة لغات. في الفيديو ده هنتناول احد المصادر الرسمية المقترحة وهو موقع وزارة الاثار. صفحة وزارة الاثار والموقع بتاعها مليئة بالمعلومات اللي انت ممكن انك تستخدمها في البحث بتاعك لو انت الموضوع بتاعك مثلا عن السياحة تقدر بانك تدخل على الموقع بتاع الوزارة والواضح امام حضرتكم www.antiquitis.gov.eg هتلاقي الموقع بالشكل ده. في الموقع هتلاقي النمازج الاثارية الخاصة بيها الحفلات التصوير اللي موجود في المتاحف. ايه المتاحف اللي موجودة عندك? ايه الاماكن السياحية اللي انت ممكن تروحها? تقدر تستفيد من الموقع ده في الوصول لبعض المواقع الخاصة بالاماكن الاثارية اللي موجودة عندك في مصر يعني مثلا المتحف القوم من الحضارة طب الموقع اثار مصر متحف الفان الاسلامي في القاهرة فتقدر بانك تتعرف على المواقع الاثارية برضو من خلال الموقع ده. فكده عرضنا قبل كده بوابة السياحة المصرية زي تقدر تتعرف منها على الاماكن السياحية. دلوقتي هنا في موقع وزارة الثقافة هيبقى اماكن اكتر تخصصا الاماكن اللي هي علاقة بالثقافة والمتاحف والحاجات التاريخية. تقدر بانك تدخل على المتاحف? فيبدأ يشرح لحضراتكم ايه هي المتاحف اللي موجودة في مصر وموجودة فين? تقدر انك تزورها ازاي? على سبيل المثال هنختار متحف التمساح. متحف التحنيط. دايما بفكر بان ياخد المتاحف اللي هي عدد كبير من الناس ما يعرفش عنها حاجة. على سبيل المثال متحف التمساح. قال لك بانه موجود في محافظة اسوان هو من المتاحف الاقليمية. عنوانه كتبه لك لو في رقم تليفون او فاكس كتبه لك عشان تقدر انك تروح المتحف ده. موعيد الزيارة بتاعته من الساعة كام للساعة كام? اسعار التزاكر بتاعته. معلومات عن وصف المتحف وهي ديت اللي هتفيدك في بحثك. انه ايه هي المتاحف اللي موجودة والاماكن الاسرية او السياحية اللي موجودة في مصر? تقدر تروحها ازاي? طبعا تقدر تستخدم معلومة زي ديت عن اسعار التزاكر عن انك توضح ازاي الدولة بتدعم السياحة الداخلية. ممكن تستخدم المعلومة ديت اللي هي اسعار التزاكر بانك توضح جهود الدولة في آآ دعم السياحة الداخلية. ممكن تستخدم المعلومة ديت بحيث بانك توضح اسعار التزاكر واللي هي بتعكس دعم الدولة للسياحة الداخلية بحيث انخفاض من حيث انخفاض السعر التذكرة للمواطن المصري على عكس السعر بتاع التذكرة اللي جاي لاي سائح فهنا بأن السائح الداخلي او ابن البلد ما بيتعملش بنفس الاسعار اللي بيحسب بها اي شخص تاني تقدر انك تجمع معلومات عن المتحف بعد كده تقدر بأنك تدور على المتحف ده بتفاصيل اكتر في مواقع مختلفة على سبيل المثال متحف التحنيط ازا قد لكم بأنه موجود في محافظة لقصر لو انت عايز تتواصل مع ادارة المتحف طب ايه المعلومات اللي بوجود عن المتحف ديت معلومة اثناء زيارة المتحف ديت في حالة انك انت طالب لازم يكون معك اثبات بأنك طالب او ان تكون رحلة موجودة عن طريق المدرسة طيب انا دلوقتي عامل البحث بتاعي وعايز اذكر بعض الاماكن السياحية وعايزها موزعة جغرافيا هندخل مسلا على المتحف وتقدر بأنك تدور عليها وفقا للمحافظة بتاعتها على سبيل المثال هناخد محافظة القاهرة هيبدأ انه يرصد ما بين المتحف اللي موجودة في الدولة في تحف تلتاشر متحف منهم في محافظة القاهرة عندك على سبيل المثال متحف القبطي عندك المتحف القومي للحضارة المصرية متحف الصيد متحف المصري متحف الشرطة القومي متحف الفن الاسلامي متحف المركبات الملكية بالقلعة متحف المطار متحف النسيج المصري متحف جاير اندرسون ومتحف ركن فاروق بحلوان ومتحف أصر الأمير محمد علي بالمانيل ومتحف أصر عبدين الفكرة هنا في حاجة ان انت من خلال بحثك مثلا في السياحة تقدر بأنك توصل لمعلومات عن أماكن سياحية من خلال موقع وزارة الأثار واللي تبدأ بعد كده بأنك تبدأ انك تدور على المكلمات ديت ايه معلومات بتاعتها وازاي الدولة بتدعم الحاجات المختلفة ديت تقدر بأنك تدور على الإصدارات الموجودة او ايه المشروعات اللي الدولة بتقودها ايه الإصدارات اللي الوزارة بتعملها على سبيل المثال هنعرض مجموعة من الإصدارات اللي الدولة عملتها ووزارة الأثار عملتها واللي هي بتوسق لجزء من التاريخ الوطني المصري الإصدارات اللي بتوفرها وزارة الأثار المصرية واللي بتعرض مجموعة من المعلومات المختلفة بشأن أكتر من شيء من ضمنها مجموعة من الكتب اللي عرضتها وزارة التربية والتعليم على موقعها الخاص بأنه ازاي تقدر بأنك تستفيد على سبيل المثال ده أحد الكتابات التعليم في مصر بيبدأ بأنه يبدأ لك بالكتبة والكتابة فيبدأ يعرض لك برضية ويبدأ بأنه يعرفك معلومات عنها على سبيل المثال هنا بيبدأ أنه يعرض لك ساعة شمسية وازاي المصريين القدماء بدأوا أنهم يستخدموها أثار متعلقة بالرياضيات والأرقام المهم أن الكتاب ده هيبدأ أنه يعرض لك على سبيل المثال مجموعة من المعلومات اللي هي تفيدك طبعا ما تنساش أنك تبص في نهاية كل الكتاب عشان كل الكتاب هو مصدر محتمل لك الكتاب ده أثناء إصداره اعتمد على المراجع التالية تقدر بأنك تبدأ تاخد المراجع ديت وتبحث عنها على مواقع عشان توصل لمعلومات عن الموضوع اللي أنت بتبحث فيه فكده تقدر تستخدم وزارة الأسار وموقع بدوزارة الأسار فيه التعرف على الملامح الثقافية والسياحة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر وبكده نكون أنهينا المصدر ده ونشكر حضراتكم ونتمنى لكم كل التوفيق